شيء سبب عدة عوامين من بين اه في امقسامات الحين على اي مستوى على مستوى الايدره وانه مستوى الايدره وعلى مستوى اللاعبين يعني الحين اذا قتلك يعنى اللاعبين اللي لاحظ performances ما عندهم انتماء من الفارق عندهم انتماء لشخص ونسم الفارق على انتماء للسقس ولا لشخص اخر يعني ما عندهم انتماء والروح بالفرح بعد وبالتالي هل تقصد بكلامك أنه فيه تراخي متعمد من بعض اللاعبين؟ يمكن حتى في بعض اللاعبين حتى في بعض اللاعبين احنا لما نريده أنه فيه لعبين يجروا يعني يسويوا اجتماعات ويسويوا هذا لأنه مجموعات مجموعات يعني فيه لعبين مجموعات وهذا يعني راجع لثقافة اللاعبين وراجع هل يعني فيه توجيه من بعض الاداريين مثلا لبعض اللاعبين بانتهاج هذا الطريقة مثلا والله أنا يعني كنت في الأول يعني كنت شك ولكن لما تقصي الحقائق اجبرت فيه فيه إخوان عندهم يد كبيرة مش صغيرة يد كبيرة في هذا الشيء هذا فيمكن نقول لك فيه ناس تقلس قنبك في الدكة هم يتمنوا الهزيمة من الفارق بش يطلع المدرب بس أنا مش ابن صاح مولا فارق مالي أنا اليوم هنا بكرة مروحة هنا ولكن هم كانوا يظنوا بأنهم يضروني بس لا هم كانوا يضروا الفارق بعد لأنه أنا اليوم أنا قدم استقالاتي وروحتي الحين بقى فارق يعني هذيك لأنهما فيه ناس اللي يمكن ربوا في اللاعبين يعني ديك حب التفريقاء وحب هذيك فعلا فأنا كنت كانت منه أن نجي ونجبر هذيك المجموعة هذيك بس أنا قيت في وقت يعني مش مناسب الحقيقة خصوصا لما قيت في الأسبوع الأول أسبوع يعني الثاني حبيت أطلع وبعد ما جلست مع بعض الإخوان في الإدارة وهذيك فقالوا لي كابتن يعني لازم تصبر معنا وقلت يمكن بيكون حل خصوصا لما تجبر لعبين ما موجودين لعبين في كله هل يعاني صحا من مشكلة إدارية؟ والله أظن مشكلة كبيرة بعد إدارية؟ إدارية بعد طيب بنتواصل معك في الحديث لكن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة